أحمد أبو نادين مواطن من منطقة البكرية غربي بغداد يمتلك ثلاثة معامل لإنتاج الأعلاف توقفت عن العمل بسبب العمليات الأمنية في المنطقة يعني موضوع شون صار فتش مفاجئ جاءت رأسا فنقول فتهجمه معاكم رأسا انسدت الشوارع جابوا شفلات جابوا سد والشارع جاءوا جرفة وأكوبوساتين يمنى ناكلش قريبا هسن إن شاء الله هم أشوف الكياهات سدنا وزينا احنا معامل عندنا هنا أنا هذا معملي مجاز يعني مجاز من الدولة زينا شون يصير الدولة أنه هي من منطقة إجازة أنا وهنا أنا مكاني وتجي تفلش خسائر أبو نادين بالملايين نتيجة تلف المواد الأولية في معامله وكل ذلك بسبب إيقاف معامله وشل حركة المواطنين في المنطقة هذه المواد اللي تلفت عندنا طبعا هاي فتشي بسيط من عندها اللي راحت واللي أضرب من عندها بعض العمل اللي كان يشتغل عندنا يعني أنا قبل عندي عوال هنا تشتغل وياي عمل يعني ذلك كلهم أرزاقها من القطعة لويش أنه سدوا الشوارع علينا وقطعوا ورزقنا الهدف من هذه العمليات تهجير أهالي منطقة البكرية وتمرير مخطط التغيير الديمغرافي الذي أصبح واضحا معلوما أنا عراقي لهم عراقي اللي بالقوات هاي الفرقة اللي جوا علينا عراقي لهم زيني شون يصير أبدل واحد أبعد هاكوش يصير احنا كنا يعني واحد جنس واحد دي يبدل يعني شون واحد بشخص بشخص ما أعرف شنها الوضعية مذافتهم يعني لحدنا الحم استغربينها إن شاء الله أنه الشي لدولة العوائل وبيوتها كلها وأجيب وأطلع شفلات وأفلش وأطلع والله شنه حتى أجيب جماعة أهالي المناطق المحددة بمشروع التغيير الديمغرافي أصبحوا يدركون هذه الحقيقة بمجرد دخول عجلات القوات الحكومية مدعومة بالميليشيات إلى مناطقهم تبدأ الأمور بالتضييق عليهم وشن حملات الاعتقال ومن ثم إجبارهم على المغادرة